اليوم الأول لتنفيذ إجراءات الحجر المشدد المبلغ إلينا من خلية أزمة المحافظة الاطلاع على سير الأعمال في سيطرة 14 مدخل مدينة القضاء الأمور جيدة جدا والالتزام عالي من ناحية المتنقلين والسماحات التي صدرت من خلية الأزمة في المحافظة الأمور تقريبا توحي بالخير إن شاء الله حضرة تجوال منفذ بشكل جيد جدا الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه نتمنى استمرار هذه الحالة حين انتهاء فترة الحجر البالغة أسبوع ونتمنى السلامة للجميع في قضاء العلم وفي عموم محافظة صلاح الدين ومن الله التوفيق الأهمية البالغة لمدخل مدينة وسيطرة 14 وبمساعدة الكوادر الفنية والصحية والأمنية بدأنا بنصب محطة تعفير جديدة بمواصفات فنية جديدة نتحمل تكاليفها بشكل تضامني مع قسم من الخيرين وقسم من المتبرعين الذين رفضوا ذكر أسمائهم وأبوا إلا أن يشاركوا في هذه الحملة لتفادي جائحة كورونا رغم اعتذارنا لمرات عديدة عن استقبال التبرعات إلا أن الموضوع دخل في جانب التعاون لذلك وافقنا على مشاركة بسيطة كي تكون حافز للمواطنين في المشاركة بالتزامهم بتعليمات خلية العزمة وحضرة تجوال وارتداء الكمامة ولله الحمد اليوم تكمل إن شاء الله قرفة التعفير الخاصة بالسيارات والعجلات المدنية المارة في سيطرة 14 وستباشر عملها بإذن الله عصره هذا اليوم إن شاء الله شكرا